طيب احنا لحظة المرة اللي فاتت ان احنا رسمنا التي مع الواي واحد والتي مع الواي وتي مع الواي اتنين ماشي طب افرد ان انا عايز ارسم كل شوية يبقى كل شوية رسمة ماشي على الرسمة اللي موجودة عندي يعني امسك الرسمة اللي موجودة خليها وارسم عليها فاستخدم امر ماشي وهنشوف بعد كده امر تاني بس اول حاجة نشوف يعني امسك للرسمة اللي موجودة واضيف لها عليها الرسمة اللي جاية فلوك انا عندي بتساوي من كام طبعا اكيد اتخلاص حفظنا الرسمة ديت من سفر على مية لغاية اتنين لين باي لين باي قول تلو واي بتساوي صين كام تي وبلوت بلوت تي مع الواي طبعا هيرسم لي رسمة الصين اللي عادية بتاعتنا طب افرنا روح تعمل مسلا بيساوي صين تين اقص ربع تاني قولت بلوت تي مع واي واحد يعني قولت واي واحد بيساوي صين تين اقص ربع قولت له يرسم لي اا تي مع واي واحد لعمل ايه امسح الرسم ديت ويرسم رسمة جديرة اقص رسمة دي ويرسم معها رسمة تاني حتى نشوف كده لازم اكتب له يبقى ايه امر امسك الرسمة ديت بعدين عندي واي واحد واي واحد بيساوي صين كام تي نقص ربع تي نقص بوين تيتين خمسة وبعدين هقول له بلوت التي مع الغاي كام مع الغاي واحد هتشوف كده يرسم لي نفس الرسمة عليها اهوت بس بنفس اللون لان انا ايه مش مديل لأمر واحد يعني شو دي له امر بلوت تي مع واي واحد تي مع واي اتنين لكن هقلت له ارسم واي ايه واي يبقى كده افسم لي واي واحد فيرسم هيرسم بنفس اللون يبقى لازم احدد له هنا ايه لون الرسمة لو انا عايز اغير يعني طب ايه فروح تندخله كمان واي اتنين نشوف بقى الحركة اللي هتحصل هنا واي اتنين بيساوي صين تي ناقص خمسة حول تلو بلوت تي مع واي كان اتنين شوف هم رسم هالي يبقى كل كل الرسمة وكل اللي جاي بها يرسموا عليها ماشي هنلاحظ ده هنا ما عملتش ايه ما يعني ما ما اقفليش او ما اقفليش الرسمة القديمة اللي كان فيها الواي واحد الواي والواي واحد ورسم الرسمة بجده بواي اتنين لأ رسم عليها بردك اللي كان موجود لان كل ده جاي بعد امر افعل انا عايز اقفل بقى الرسمة ديت ومن الرسمة جديدة خلاص هكتب له ايه هولد اوف هولد اوف نرسم حاجة جديدة ولكن خلي رسم لي بقى ايه تي والواي اتنين شوف كده هيروح افل ورسم الرسمة اللي هي الواحديها اللي هي تي والواي اتنين اللي هي كانت اا سين تي ناقص نص يبقى هازم ايه نلاحظ الفرق بين عمر هولد اون وهولد اوف كل اللي جاي بعدين ترسم على الرسمة اللي موجودة هولد اوف يرسم يقفل الرسمة اللي موجودة ويرسم الرسمة اللي جاية جديدة او في مكان او في رسمة جديدة اعني ماشي نشوف مع بعض بقى امر جديد من امر الرسمة وامر يعني اسم لي لوحة الرسمة بتاعتي فمسلا ما اكتبت له ماشي احنا هنشوفها مع بعض ايه ايه اللي هيحصل وعا كده ننفس برنامج بالامر دوت صب له تقسم لي اللوحة الرسم العدد من الصحوف هو عدد من الاعمدة واستخدم لي رقم تازا فيه ماشي زي زي مصففات يعني فقلت له قسمها لي لصف واحد وعمودين واستخدم لي المربع او الجزء رقم واحد الرابع رقم واحد او يعني هو قسم لصف واحد وراح قسم لاتنين يبقى يستخدم الجزء اللي عالشمال النص اللي عالشمال مش الربع النص اللي عالشمال اهو تعالي نشوف كده اخوات قسم صف واحد اهو وعمودين لو كده ابتده لنا صب بلوت وبدأ نحط واحد عطيد اتنين لانهو يعني هيروح من زهير لي فين زهير لي داية حالا نشوفها كده هيط تعال نشيل دي ونخليها اتنين هم الامر الصب بلوت ظهر لي ايه دي ودي يعني دا كان موجود وظهر لي دا اللي بعد طب تعالي نشوف واحد تاني وليكن عايزوا يعمل هالي نظام ايه اربعة اربعة هقول له صب بلوت بس اتنين واتنين اتنين واتنين خلي داية واحد هعمل ايه خد دي بس خلالها دي كانت موجود عمل كده مش يعني طعم صحة عشان ايه نشتغل من جديد نكتلقى نفس الامر اخوة الربع الاول بعد كده لا عايزة دينا الربع التاني نحي دينا الربع التاني اهو ودينا الربع التالت دينا الربع الرابع وهكزا طبعا ممكن قسم لتلاتة برضك مش لازم كده ايه ايه اي حاجة انت عايزها مش مشكلة ايه بس اهم حاجة عد وتعرف المكان اللي انت ايه يعني هذي كانت تلاتة تلاتة واتنين مثل واعايز استخدم رقم خمسة رقم خمسة ليه هو قسم ازاي قسم لتلاتة واحد اتنين تلاتة خلاص وبقا يعد وبقا يعد ايه واحد اتنين طبعا ما عنسيت ان هو ايه قسم لكمان لعمودين واحد اتنين يبقى تلات صفوف وعمودين وبقا يعد ازاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو قلت له عايز ستة هيديني دول قلت يجي نشوف كده قلت له عايز ستة او نخلي قول له ايه نجيب لي رقم اربعة استخدم لي رقم اربعة نشوف هاي اللي اربعة فين هاي اللي اربعة يظهر قال لي ايه اهيت يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ممكن بقى نقسم لاربعة واتنين لتلاتة لتلاتة زي ما احنا عايزين بس نتبع في مبدأ عدنا ان من من الشمال لليمين الشمال لليمين شمال يمين ماشي نشوف بقى برنامج لاستخدام الايه السابلوت هنكتب مع بعض برنامج عليكن تي بتساوي من سفر لبقى على مية وبعدين اتنين اتنين وعايز بتساوي ماشي قبل رسم لي لازم سابلوت قبل ايه بلوت اش هنقسم هلو السابلوت واستخدم لي المربع ركم كزا سابلوت قسم لي الرسمة لاتنين وفي اتنين صفين وعمودين واستخدم لي الربع الاول او جزء او مربع الاول يعني ماشي انت لو دست انتر هيديني ايه هيديني الرسمة اهوت طبعا انا مفرقش بان انا حطيت سيمي قولم انا لأ لانه طبعا امر او بلوت او بلوت وماليوش زعه بالسيمي قولم هيزهرها على طول بلوت ام اتي مع الواي برسم لي في الربع ده اتي مع الواي هرسمها بهاية ما في باع كده اقول له واي واحد بتساوي الصين تي ناقص بوينت اتنين خمسة وارسم لي في رقم اتنين استخدمي الربع التاني وارسم لي في الصين ايه اتي ناقص ربع اكتب له بلوت امر بلوت اتي مع واي كام واحد هيررح ايه رسمه لي في رقم اتنين اهو وكمان لو انا طبط منه يعمل لي الواي اتنين اللي هي بتساوي كام صين تي ناقص بوينت خمسة بعدين نصب بلوت واستخدم لقول مسلا يكام باستخدم الرابع الاربع والبلوت بس ما كان مع واي اتنين نشوف الرسمة هي بادية الواي الواي واحد والواي اتنين نشوف امرين جداد وهم جريد اون و جريد ايه اوف جريد قلني اعمل لي شبكة على الرسم بحيث انا ممكن اخد قيمة معينة من على الرسمة بتاعتي فمسلا هرسم الرسمة ايه بيساوي واحد وسالب تلاتة واحد وحطة الام بتساوي من سالب اتنين لحد تمانية والفي بيساوي بولي ما بين الايه والام بعد كده قلت له اكتب جريد اون الاول طبعا ايه غلط بس هان اين نشوف اللي هيحصل هارفتح رسمة وعمل لي فيها شبكة طيب هاروح ايه اللي باعي كده ارسم لي بلوت الام مع شوف يا رسمة كده شال الجريد لان انا قلت له جريد ان الاول بقى كده بلوت لابد اقول له بلوت وهكذا عشان ايه يبقى صح يبقى جريد اون اهي والرسمة ظهرت معايا جريد اون طب افد عالي شي الشبكة ديت اقول له ايه جريد بس مش قول لي بقى جريد اوف اهيه تشغيل الشبكة تماما اممكن اضيف الشبكة ايديتها عن طريق الرسمة هنا هقول له ايه واخد واجي هنا محور اكس شو جريد محور واي شو للجريد وقول له او او كي عمل لي ايه الشبكة عايز اشيلها او اشيل من واي او اشيل من الاكس هو على فى السريد اي منشن باردك الزب موجود ممكن بوبرة الزب ممكن تلعب فيها وتشوف ايه اللي فيها اه اقول له او كي بس اهو زي ما عملنا بالزبط بالاوامر عملنا عن طريق ادبت بلوت اللي هي دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة